من بغداد ينضم إلينا القاضية الدكتور وائل عبداللطيف وزير العدل الأسبق وعضو لجنة صياغة الدستور أهلا بك دكتور عبداللطيف بداية دستورية إنشاء مثل هكذا محاكم هناك سابقة في العراق إنشاء المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس العراق الأسبق صدام حسين لماذا اللجوء إلى إنشاء محاكم خاصة في مواجهة أنشطة الإرهاب ألا يكفل القانون الجنائي محاكمة عادلة شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد المحكمة الجنائية العراقية العليا أسست 2003-2004 لم يكن هناك دستور في العراق وإنما لاحقا كان قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ومن ثم كان دستور العراق النافذ اعتبارا من عام 2006 ف2006 دستور العراق يمنع بصراحة أو يقيد استحداث محاكم خاصة على اعتبار أن القضاء الجنائي الوطني يمتلك خبرة واسعة ويطبق قوانين العقوبات منذ 1916 حتى يومنا هذا مع إجراء التعديلات وأصبح عنده قرارات كثيرة وأصبح عنده فقه جنائي متطور جدا وهذا القضاء هو الحقيقة راسخ وثابت وجزء من مجلس القضاء الأعلى وممثل بالمحكمة العليا المحكمة التمييز الاتحادية لا نريد أن نتكلم أن هناك قضاء إداري الممثل بقضاء الموظفين التابع إلى مجلس الدولة كما أن هناك قضاء دستوري الممثل بالمحكمة الاتحادية العليا لكن المشرع بصراحة قيد المشرع الدستوري قيد المشرع العادي باستحداث أي قوانين خاصة لا يوافق عليها الدستور إذن هل نحن أمام مخالفة واضحة وصريحة للدستور؟ أعتقد أكون خلاف بين مصطلحين خاصة أو مختصة فممكن تأويل هذين المصطلحين فالدستور منع القوانين أو المحاكم الخاصة فربما لجأوا إلى محاكم مختصة بجرائم الإرهاب الداعشي فنقف على هذه المسودات عندها بالإمكان أن نقول أنها مخالفة لأحكام الدستور أو ممكن أن يكون لها نصيب ولكن هذا الأمر تم سابقا في محاكمات محاكمة الأنفال واجيل ومحاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين هذه المحكمة الجنائية العراقية العليا إلها نظامها الداخلي المأخوذ من محكمة روما وهي صحيح قضاء جنائي وطني ولكنها تعتبر في معطياتها وفي وسائلها وفي هيكليتها هي قضاء جنائي دولي ولهذا عندما زارنا أحد السفراء وطلب تسليم للرئيس صدام حسين سابقا إلى المحكمة الجنائية الدولية رفضته أنا أحد الأعضاء رفضته بأن القضاء الجنائي الوطني يتقدم على القضاء الجنائي الدولي فاقتنع وأبقينا محاكمة رئيس النظام في داخل العراق فهذه المحكمة لم يشر إليها الدستور كما بيّنت وهي من نتاج بداية قدوم العملية السياسية وتحركها في مجلس الحكم الذي كلف بكتابة قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا نعم الآن من يدفع إذن باتجاه هذه المحكمة الخاصة بمقاضات مرتكبي جرائم داعش من يدفع بهذا الاتجاه وما هي دواعي وجود مثل هكذا قانون إذا كان هناك قانون جنائي يحاسب هؤلاء على نفس الجرائم وفقا للقانون العراقي أنا بالمفهوم الذي سمعته أن جرائم داعش إلها جوانب متعددة هي ليست في قضية القتل وإنما في قضية تهديم الكنائس والأديرة وربما تهديم القبور أيضا وهي تنطلق من فكر عقائدي وبالتالي القتل الذي صار فيه وقتهم هو كبير وأرواح بريئة كثيرة جدا مارسوا قتل ضد الأزيديين ضد المسيحيين ضد طوائف الشعب بأكملة الشيعة وراحوا إلى السنة قالوا لهم كل واحد متعاون مع الحكومة يجب أن يقتل لهذا نريد أن نسمع بصراحة ماذا عملوا هؤلاء من 2014 إلى تاريخ تقريبا القضاء عليهم ما هي الأفكار العقائدية التي يحملونها أي القوميات أي الطوائف أي الأديان تضررت من هذه السياسات التي ارتكبتها داعش التي تعتبر هي مطورة للقاعدة والمنظمات الإسلامية المتشددة التي بدأت عام 2003 مع العراق نعم ولكن دكتور عبداللطيف وفقا لهذه المحكمة الخاصة يعني ما الذي يمنع حدوث انتقائية في آليات تجريم المتهمين بالانتماء أو التعاون مع داعش يعني ألا يمكن أن يحاول بعض الجهات أو الأفراد تصفية الحساب من خلال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة